أنت ربطت السيفن سيز اللي هو من الخليقة إلى المجيء الثاني وشفنا أنه كل هذه السلسلة السبع أزمنة كلها مترابطة في بعض. يعني شلت حلقة من هذه السلسلة. كل السلسلة راح توقع و راح تفرط يعني زي المصبحة. بالزبط كذا. فمهم جدا أنه الأساس مشان هيك تقول أساسيات الإيمان المسيحي يعتمد على الإصحاحات الأولى من سفر التكوين. وده اللي أنا عايز أوريه في الصورة القادمة الصورة دي بتورينا قاعدة كبيرة فيها أصحاحات سفر التكوين من 1 إلى 11 وبعد كده الكتاب المقدس من أصحاح 12 لحد سفر الرؤية وبعد كده بيورينا ده اللي هو الكريستيان وولد فيو. ده الرؤية المسيحية للعالم وللحقاق اللي بنشوفها. فده حاجة مهمة جدا. في رسمة تاني جميلة قوي بحب بحطها هنا. لما تيجي تبني بيت ما بتديش انت بالسقف بتبنيه. وبعدين تبني الحطان بتاعته. وبعدين تحط القاعدة بتاعت البيت. ما ينفعش. البيت ده عمره ما هيستقيم. البيت المزبوط بتحط أساسات قوية جدا. وبعدين بتبني الحطان بتاعته. وبعدين بتحط السقف بتاعه. وده اللي بنحاول نعمله في الحلقات. واللي بيمسك كل البيت بيكون مركبا معه. كما يقول الكتاب المقدس ويسوع نفسه حجر الزاوية. بالضبط. هو الأساس هو الحجر اللي كل البناء بيكون متمسك ما فيك يعني شلب حاجة بيفرض كل البيت علشان كده الشيطان بيحاجم القواعد الأساسية بس عايزة أقول حاجة إحنا مش بنعيش في الأساسات بتاع البيت إحنا بنعيش في القوض بتاعت البيت وبنتظلل بالمظلة بتاعت البيت فكل الحاجات دي مهمة لكن ما كدش مبنية على أساس صادق وسليم كل شيء ملوش معنا بعد كده عشان كده أنا سعيد جدا أن حضرتك عايز تعمل الحلقات دي عن أحقا قال الله لأنه محتاجين نتعامل مع الشك الشك في أقوال الله وفي صفات الله وعدل الله وده اللي هنحاول نعمله بصورة عملية